موسيقى موسيقى انت ايه اللي جابك؟ انا مش هسيبك يا مهم انا هواد معك على طول دلوقتي جاي تقعد معي ما انت كنت قعد معي وانت اللي طفشت من البيت وكنت بترجاك عشان ترجع كنت مجنون دلوقتي عقلت ولما عقلت موسيقى جاي تقعد في مستشفى المجانين اهواد غجنونة لا اسف يا ماما لا اسف ارهوكي تسمحيني انا كنت طايشة اه مستهدر هعيش بطلوب العرض انما عمري ما وفقت على اي حاجة تعملت ضد وعمري ما اسمح على اي حد يندويق اوزح عليك حتى لو كان ده فارس او فريدة اختي انا كنت عندي فارس مبارك وما ادي ايدو علي ضربني بالقلب يا رابس يا رابس يا رابس يا رابس لا كده ما ينفعش يا اساس جميل انا قلس ديارة ممنوعة كده ما كيف حصلها بضعفات اكتر بالاول وساعتها الحال هتسوق اكتر واكتر يا دكتور رأوب يحب والدته جدا ولا يمكن انه يسير اعصابها المشكلة مش فيه هو المشكلة فيها هي طيب لو سمحته يا دكتور انا هادخل احاول اخرجه كده بهدوء بدون اي مشاكل سبنا حضرتك نظلعه بشكل وانت كده يلا يا ابو سينة يلا يا رشا استاذ جميل ما شاء الله ما شاء الله النهاردة وشك احسن بكتير ايه الليل ولا دمدائك في حاجة تحب يعبطولك ايه فاكر ولا ناسي استاذ جميل كويس انك جيت انا ليه عندك طلب يا فن البيض طغباتك او امري يا فن انا كنت عايزة كنت عايزة اطلب ايد بوسينا بنتك لرقوف ام طبعا طبعا يا فن البيض احنا لنا الشرف والسعادة والاناقة والانتزاز والفخار ابوث ايدك يا استاذنا ابوث ايدك من شوق خطب لما صدقنا ان ما هو وافق اقول لها ووافق وخلاص نقرأ الفتحة نقرأ الفتحة بسم الله 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 مغلونة؟ ما تقولش عليها كده دي المستشفى اللي بيعاض فيها المجانين قلتلكم ما تقولش عليها كده وإلا والله هروح أقولها الأيام ما أثبتلت إن حارتك كنت صحيح طول الوقت وإن فريدة قد غلط معاركة قد خسرها أنا وبحضرة تتكسبتها في النهاية أكبر معاركة تخسرها الأم لما تكسب معاركتها ضد أولادة لا أنا هقول لأمه ما تقولش لا لا قلته إيه يا أولاد في إيه؟ أصل فارس ورقوف إيلو على طنت فوزية مادام هي قاعدة هنا إن هي إن هي عظيمة إيه يا أولاد يورته يا أولاد؟ عيب كلم إنتع برا إنتع هواي يلا برا برا سيبهم يا أولاد إذا كان فارس الكبير قالها بطلهمه فارس الصغير نهورة الدنيا معاني الوزير ألف ومبروك يا معاني الباشا ألف ومبروك يا معاني الباشا والله البلد كلها بترقص وبتغني يا سلام الشعب اختارك بالليل والحكومة اختارتك بالنهار هي ليه الديمقراطية ولا ملاشي؟ متشاكر أهو حاجة حمدي والله يا فارس بي أنا ساعدتي ما تتوصفش تولي سيادتك الوزارة حسسني إن جيلنا أخد حقه خلاص وبدأ يمرس دوره مرسي يا محسن الحياة باشا الحاجة حمدي ومحسن بيه كانوا طلبين يقابلوا معليك حاضر تعال يا محسن خليك أنت حاجة حمدي البكرة بكرة؟ أه علشان أنت عاوز لك قاعدة ومالو يا معاني الوزير أنا طول عمري بحب أكون في الآخر ربنا يعينك ويدك الصح هو في الآخر بيجي إيه؟ مش الحلو تلاقي ساعدتك عاوز تحل بيه؟ أه طبعا طبعا مش عاوز أعطر عليك يا فندي ما نعرف المشاغل الموضوع بقى شبه وانتهي خلاص عقد مدام فوقية بالبيع لسيادتك حاسم الموقف تماما بالنسبة للجزء الخاص بيها أما بقى بالنسبة للجزء الخاص بمدام فوزية فالسيادتك قايمة على ممتلكتها طبعا بس أنا متهالة محسن بيه أن الباشا له حق الإدارة بس مش حق البيع ما إحنا قدمنا طلب للمحكمة من خلال محامية بتاع سيادتك ببيع الحصة المسمى باسم السيدة فوزية السباعي ودي طبعا فرصة ما تتعوضش وكمان أرفقنا تقرير لجنة الهندسية بالحي بأن المدرسة إيهلة للسقوط وياجب إزالة المبنى طيب ما ده كويس قوي مستني إيه؟ أصل قرار ذات المبنى يا فارس بيه ده شيء مش سهل وخصوصا إذا كانت الرخصة وسيادتك عارف في الأصل طلع البناء مدرسة ده غير صحيح القصر ده كان بتاع جد الله أرحمه كل العيلة كانت مقيمة فيه أما حكاية تحويل المدرسة فده كان وضع مؤقت الورق كله هتلاقيه مع المحروم إحنا عمرنا ما أخالف القانون أبدا أنا ماشا طيب ما كده يبقى تحلت خالص يا فارس بيه ما فضلش بأغر حاجة واحدة بس حاجة ايه؟ زق من معنينك أستاذ راهتي في أهل المسالة موحشني والله إزاي حضرتك يا ابناء فوقية وإزاي صحتك؟ الحمد لله يا رودة في ضيف عاوز يشوف ساعتك ضيف مين؟ الأستاذ جميل أبو المعاطي أستاذ جميل ده أنا نفس أشوفه يا ما الولاد كلموني عنه دول بيموتوا فيه اتفضل يا أستاذ جميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً تفضل اتفضل يا أستاذ جميل يا سلام دァ تنورتنا وشرفتنا أهلاً أهلاً وسهلاً اتفضل 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 يا أستاذ الهيتل اتفضل ا instantly realized ثريح لا يا فENDم تشكرين خالص والحقيقة احنا جايين كلمتين صغيرين كده وهنمشي على طول خير يا أستاذ جميل الحقيقة فENDم أنه إحنا جايين عشان نقول لحضرتك إنه الوقت قد حان لكي تنسي الماضي بخلافاته ومشاكله وبعدين مدام فوزية أخت حضرتك الوحيدة ما حقوله أنا أشيل من فوزية أختي دي أختي حبابتي ده أنا ياما ياما حاولت السنين اللي فاتت دي أصالحة وهي اللي كانت بالسوداني مش كده يا أستاذ ريتب مظبوط يا مدام فوئي مظبوط هو فندم الظرفي دلوقتي أصبح حرج وهي محتاجة لك وأنا محتاجة حد يوصيني على أختي حبابتي ده أنا مليش غيرها دي أختي الغالية حضرتك فندم عارفة إنها في المستشفى مش واجب برضو حضرتك تزوريها ده راح أتجنل علشان أشوفها يا أستاذ جميل بس بس إيه مش عارف أقولك إيه أنا مش أدر أقول أصلي ما قدرش أشوفها وهي في الحالة اللي هي يعني أصلي تلاقيك قدامها قلتلك الراجل ده مينفعكيش ده خاين مدام تجوز عليكي من وراكي تطلبي الطلاق وتسيبيه وتاخد كل حقوقك منه خلاص بقى يا فوزية لا بقى بصني أنا ما أعرفش أنام بدري يعني اترتبي نفسك أتصاري مايع على تليفون أه مام أنامت من بدري وأنا بفتح لك الباب كده وانت جاي من فرنسا وحياة أمي حصلي اللي حصلي طب حيبت هكلمك بعدين هكلمك بعدين يوم يا باب راوف لا لا سيكي راوف ازاي كيف حالته؟ قلتلك اللي جابك دلوقتي جويت ازاي أصلا؟ أنا مغاليش نوم مش قادرة أنام أنا عايزة تشوف أختي عايزة تشوفها بزي يا حيبتي بس هي أنامها دلوقتي مش مهمة أنا حقا عجان بها لحد ما تزحى خليك إنت هنا واسبنا إحنا الاثلاثين لوحدينا فوقية 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 وحشتيني 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 قوي وحشتيني قوي وحشتيني قوي إيه ما بيحصل لنا ده؟ هو ده اللي نمضى في الآخر أنا مخلّبتش حتى تتعيي هتسنت عليه ولا هتسنفه علي يا مولايا ربيت في غير ولدي وبنيت في غير ملكي يا مولايا كما خلقتني طب انتي انتي أولادي كامل وفيدي كده ليه؟ ايه ده أنا كنت فرحة بيوم قوي كنت بقى الأمد ولدها حويشت لحضر انت طيبة قوي فوقي والزمن ده مش بتعطي بير بس أنا بقى ايه؟ أنا زعلان منك وعندك حقا تزعل بيدي مفيش كلمة مفيش تحذير حذرتهوني ما حصلش كده برضو تبيع المدرسة المدرسة اللي أبو راسب قال لنا ووصل عليها أبا ما يموت أنا لبيحت ومشتريت ده فارس جاء وقال لي فوزية حتبيع حتى لو قالك إن أنا بعت أنت ما تبعيش ده أعملني مجنونة عشان يتصرف زي ما هو عايز خصو عليك يا فارس خصو عليك يا فارس ليه؟ ليه يعمل كده؟ طب و بعد إيه؟ إحنا هنسيبه كده يبيع ويشتري فينا لازم نتصرف أنا محبوزة هنا يا فوية لو كنت قدرة أعمل حاجة ما كنت سكت أنا اللي هعمل يا فوزية المدرسة مش هتتهد والأرض مش هتباح أوه وإنتي إنتي هتخرجي من هنا على بيتك على طول يا والله بعد حدث ما هتعملين التوكيل هنعمل إختار هنا في الشارع العقاري بعدم قبول أي طلبات شرع لكترة الأرض اللي بإسم حرك أنت ومدام فوزية إلا بوجود توكيل رسمي منك ومنها ولا يعتد بأي عقود ابتدائية وده يوقف البيع يا أستاذ وحيد؟ إذا ما كانش البيع تم فعلا طبعا ده يوقف البيع ممتاز يا أستاذ وحيد أنا كنت واثق إنك حتلاقين حل أنا أشايف إن الأمور تدت تدعو للتفاول من ساعة ما جت لنا مدام فوية أيوا أستاذ راتب إيه؟ منذ زراتب المدرسة؟ جت إمتى؟ دلوقتي حالا يوقفهم بأي طريقة إن شاء الله ترتكب معهم جناية أنا حوصل الموضوع لأعلى مستوى مش فقد لمدرسة التراتب وهل يعقل يا معالي الوزير أن يهدى مصرح من صروح التعليم ومدرسة تضم خيرة الأساتذة والتلاميذ في عهد سيادتك؟ بس يا أستاذ جميل التقريب بيقول إن المبنى عيد للسقوط وده ممكن يعرض حياة الأطفال للخطر ودي مسؤولية بيرة كذب وبهتان وتقرير مزور سيادتك يا فندم عندك هو مدام فوقية تملك نصف مساحة الأرض لا عايزة تبيع ولا عايزة تهد وأختها مدام فوزية سيادتك عارف موقفها من بدري الاتنين رفضوا ملايين الدولارات من أجل أن تبقى مدرسة طه السباعي كمعلم تنويري حضاري في المجتمع يا معالي الوزير أنا متأكدة أني مبنى المدرسة مش قاين للسقوط وإيه اللي خلاكي متأكدة قوي كده؟ فوزية أختي هي اللي قالتلي وفوزية عمرها ما تقولي حاجة غالط طيب أنا أكلم جامعة القاهرة يبعتون لنا لجنة محايدة تعايني الموقع التاني وإحنا مش عاوزين غير كده وأكيد أكيد فيه ناس خييرة كتير قابل هيقولوا كلمة حق قالو صبع الخير يا دكتور قدامي قرار بهدم مدرسة طه السباعي اللي في الزمالك لجنة من الحياة أنا عاوز لجنة من عندكم تأكد أو تلغي القرار ده سيادتك عارف سيقاطي فيكم الدقيقة أشكرك يا دكتور مع السلامة الحياة أنا مش عارف أقول إيه لي معاليك فعله الزير الحياة أقول لك بقى إيه ممتاز يا وليد ونجمة هو آخر طلب لي عندما عليك يا فندم إحنا عايزين معاليك يا فندم مشكوراً تطلب لنا زميل سيادتك وزير الصحة يبعد لنا لجنة من الأطباء الأكفاء يكشفوا على مدان فوزية ويضعوا لنا تقرير عن الحالة العقلية والصحية دي مصيبة معالي الوزير إحنا معانا كبار المستثمرين في المنطقة والناس عاملوا دراسته مع إن الموضوع منتهي النهاردة جنة اختار بوقع في عملية البيع بعد ما ناس حاولت فلوسها منبرة وكمان صد القرار بوقع في عملية الهدم اللي في المدرسة يعني رجعنا المربع واحد يعني ولك إننا عملنا أي حاجة اسمع بس يا محسن إحنا نهدى شوية على الموضوع دا اليومين دول نعتبره كأنلم يكن وأنا هشوف طريقة تانية أنا وعدتك إن أنا هخلصه لك وأنا عمري ما وعدت وخلفته علي وبعدين يا صبر بيه دي تاسع مرة أجل معالي الوزير ومقابلوش أتبو ضعف الجمرق وقربت خلاص تخش على انتهاء صراحية ودي ملايين يا صبر بيه ملايين وقعدني قدام ساعدتك دي كلمة منه وتخلص كل حاجة ما أنت عارف يا حاجة حمدي معالي الوزير استلم الوزارة وكل حاجة فهمت لقبطة وهو دولات ربنا يكون فعونه بيحاول يعالج أخطاء الوزير اللي قابله يا سيدي ما قلناش حاجة يصلح الأخطاء زي ما هو عاوز لكن وهو بيصلح ما ينساش حبيب الأدان الطوام اللي حاجة حمدي هبلغو والله هبلغو بعدها لك يا فارسبيل يعني دهج ذاتي ده انت كنت واقف هنا عمال ترقص وتحضر وتفوز فيه والودي ودك تشبني من على الأرض شين قوم بقى بعد ما بقيت وزير مش قادر يا قابلك لمدة خمس دقايق وما بيردش علي في التليفون أما تروح له البيت يا حاجة مفيش مكان بيروح وما راحتوش يا ودي يا مهر طب وبعدين يا حاجة وانت حطيت اللي وراك واللي قدامك في المصلي ده اللي جاي من الصين مش مشكل اللي وراي واللي قدامي المشكل ان معايا شركة دفعين هم كمان وان اللي في الصورة وان اللي في الوش طب هو هتعمل يدي الوقت يا حاجة لازم فرز به يعوزني عشان أقدر أشوفه وهو فرز به يعوزك في يدي الوقت يا حاجة ده بقى وزير لا هيعوزني هيعوزني قوي هيطور علي برجليه ويديه أنا عارف كويس هيعوزني إزاي إزايك يا مادام فريدة والله وليك وحشة يا نجمة مصر سلبات يا مادام فريدة انت عمر الشاقي بقي أصل الفقري اللي زي حالاتي ما بيموتش من أول مرة يا سنتي الكل انت عاوز مني إيه أنا عايزك في كلمتين ورد ضغطاهم ده بعد إذنك أصل الموضوع اللي أنا جاي يكلمك فيه لازم يكون في الكتمان انت هتقعد خلاص مادام انت عايزة نقولهم على الواقف نقولهم على الواقف أنا أصلا من ساعة ما رجليها تقطعت ده بعد الشرة عليك يعني ما بقيتش قادر أستحمل الواقفة أنا عايزك في الكلمتين ده بعد إذنك يا أنا عايزك توصليهم عايزك تروح الفارس به معالي الوزير وتقول له نصح اللي مات رجع عاش تاني وطالب المرادة مليون جنيه مقفولين حتة واحدة هاي اليون جنيه؟ أه أنا أصلا بلما موت كنت طالب نص وما خدناش النص لما رجعت تاني للدنيا لقيت الأسعار ولعت أنا أحديكي مهلة ساعتين زمن عشان تعرفت تسترافي موالبان أدم اللي زاه حالتي مبقىش ضمن عمره وفارس به يعرف يجبني سلام موسيقى هيا يا هبي عملتين ايه في الموضوع بتاعنا؟ دبرتيني المبلغ؟ انا عارف ان فيه ازمة سيولة والله بس انا انا في ورطة والمبلغ دازم يكون معايا بكرا ماشي ماشي انا عارف عالسلام هو ايه اللي حصل يا عمري يا ابني؟ خلاص يا عم سليمان انا ضعت انت ايه؟ كفالة الشر يا عمري يا ابني ما تقولش كده؟ انت عارف ان انا كم ارفوع علي القضية في المحكمة اللي تصدين عارف انه ارضى تحكم علي بالغرامة والتعايد خمسة مليون جنيه لازم اتفع بكرا في المحكمة وايه اللي هيشتبوني من سجل المصدرين وهيقفلوا المصنع ويشمعوه ويمكن توصل للسجن يا دي الخراب المستعجل والله ما تستهل اللي بيحصل لك يا عمري بيه انا اللي غلطان ما كانش ليه ان اخش الحكايات القنوات والبرامج والحفلات والمظاهر الكدابة كل ده ما كانش بيحصل ايا من حق كله متحت راسها ستة هانم اللي مبتسافرش غير بالطيارات الخاصة وبتكلف الحفلة مليون جنيه طيب ما تصلي عالنبي كده وان شاء الله ربنا هيحلها عليه الصلاة والسلام بس الغرامة دي هندفعها ازاي؟ هديني بكلم طوب الارض عشان حد يساعدني في المحنة كله بيتهرب الوحيد اللي عرض علي انه يساعدني عايز يشتري المصنع بأبخص الاتمان طيب ما تكلم فارس بيه؟ فارس بيه هيعمل ايه؟ اهو بسم الله ما شاء الله بقى وزير دلوقتي وليه كلمته يقول لهم يصبروا شوي يقول للمين يا عم سلمان؟ دول خواجات لا يعرفه وزير ولا غفير هنقلبك الحاس ان ده هيحصل من زمان ربنا هيفك كاربك قادر يا كريم انا هبيعك كل البضاع اللي في المخازن بأي تمن ما هو لازم نلم المبلغ بأي طريقة وكمان هكلم اصحاب المعارض اللي بيشتغلوا معانا وانا متأكد ان ربنا هيوفقنا ونلم المبلغ قد ان فريدة معاني الوزير صحيح يا فارس اهلا يا فارس ايه مالك لابس انا اتدرس هو ده كده ووشك مقلوب كارسة يا فارس مصيبة ونزلت على جماغي مصيبة ايه؟ الواد اللي انا خبطته بالعربية انت بشوفت لي انه مات؟ ايوه مش صحيح الولد ده رجع تاني وبيهددني وابتزني بس الحج حمدي قال لي ان العربية مكروباس خبطته ومات بقولك مش صحيح الولد ده جاني لحد القناة وطالب مليون جنيه المرة دي وحمدي هيكتب عليها ليه؟ انا عارفة انا حامل ايه دلوقتي؟ انا حامدي بيلعب بيه؟ سيبك من حامدي ده دلوقتي الولد ده مديني فرصة ساعتين يا ايه ما حيروح النيابة هنعمل ايه يا فارس؟ هنعمل ايه؟ انا ما عنديش مليون جنيه فريدة عشان دهملك موضوع الارض والمدرسة خلاص وقف لأجل غير مسمى اجيبلك منين؟ اه 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 انا دلوقتي فهمت حكاية الوهد اللي بيموت ويصحة كل شوية دي ورقة بيضغط علي بيها بيلعبني الساف للوقات اللي اسمه حامدي بيجبني بيكي ولا مليش غيرك يا فارس ما تقولي الجوزك يا فريدة مش ده برضه جوزك يا بوعيالك؟ خليه شاركتكم صيبة زي دي؟ ولا انا منحظ ان كل البلاوة تنزل على دماغ انا؟ ما يشيل هو شوية بقى ما يشيل هاموكو كده؟ وبصراحة انتو زودتوها وبقيتو روخها معاوي موسيقى متأك عمر في موضوع خطير جدا لازم أقول لك علي أنا كمان عندي موضوع خطير قوي عايز أكلمك علي من فضلك اسمع موضوع القوي اللي لم يستحملش تنخير لازم ناخد فيه قرار دلوقتي حالا اتفضلي يا فريدة أنا سمعك أنا طول عمر باسمعك بس للأسف ما بيبقاش فيه وقت عشان تسمعيني عمر أرجوك مش وقت اخناقات ومشاكل أنا وقع فرطة كبيرة وممكن أدخل السجن أنا بيت باسمع كلمة السجن دي كتير أولي من دولي خبطت واحد بالعربية ورجله تقطعت كانت دلوقتي؟ لا من فترة بس الراجل ده جهلي دلوقتي يطالبني بتحوين وإلا هيبلغ النيابة عاوز كان؟ عاوز مليون جنيه ومديني مهلة هتديه دلوقتي حالا عمر لازم نتصرف يعني أنت دلوقتي عايزيني أدفع لك مليون جنيه حالا عمر أنا عارفة أن صرفك سهبة اليومين دول إنما إن شاء الله تتصرف تخضه من أي حد مؤقتا نخلص بس من الموقف ده وتشوف بعد كده ممكن نعمل إيه؟ حال الابتصادي بديعا نخلص دلوقتي وبعد كده نبقى نتصرف هرجوك يا عمر مش وقت وتقطمني بالكلام لا العفو أنا أقطمك في الكلام لا لعشت ولا كنت اسمعي الكلام إنها وقت دلوقتي يا فريدة أنا بكرا الصبح إن شاء الله الساعة تسعة ونص هكون في النيابة علي حكم بالغرامة خمسة مليون جنيه وبما إن أنا ما جمعتش المبلغ فأنا هطلع من النيابة على السجن إن شاء الله بتقول إيه؟ اسمعيني بقى اسمعيني أنا بقى يطرطش يا سيدة بسمعك وزهر ما فهمت من كلامك كده إن إنت لو ما دفعتش المليون جنيه للرجل اللي خبطيه وقت عطيته رجليه يبقى أنت كمان إن شاء الله هتروح على النيابة ومن النيابة على السجن يعني إحنا اللي اتنين يا حياتي بكرا إن شاء الله هنبقى بايتين في السجن ولجنة بقى اللي إحنا نخلفينهم مين اللي حيربيهم يا فريدة؟ قلت بقى إن إحنا في مشكلة؟ مين اللي حيربيهم؟ أنا بفكر أوديهم مدرسة داخلية بس للأسف ما شكلها أكتر مما زياها طب أوديهم لفارس بي معادي الوزير خلهم؟ فارس بي لا فضلنا ولا فضلهم؟ طب أوديهم لرقوف؟ طب يا طرى رقوف يقدر يتحمل مسؤولية كبيرة زي دي؟ شوفت بقى يا فريدة؟ ما بيش حد في كل اللي حوالينا دول يقدر يربي أولادة غير أمك ما حد شقدر أستأمينه على عيالي غيرها بس للأسف حضرتك مقاطعة السبت الوالدة بأي وش بقى وبأي عين تيطر تروح لها وتقول لها يا ماما خد يا رب عيالنا لحد ما أنا وعمر جوز نخرج من السجن شوفت بقى يا فريدة؟ ملح يا رب عيالنا عمر بيه؟ عمر بيه؟ إلا ما أرسى يا عمر بيه؟ معرض مصر الجديدة عارض على البضاعة اللي عندنا مليون جنيه ملتقى تسألني ملتقى لك تصرف؟ أصلها تساوي ثلاثة مليون كانت تساوي ثلاثة مليون دلوقت الحالة تغير ما بقيتش تساوي أكتر من مليون بس سؤلهم بتاعكاش اللي تشوف يا عمر بيه؟ شفت بقى يا فريدة؟ هده مشكاة حالة تاي مش هتعرف بس ان انت بنت حلال تقصلي بقى بالرجل اللي انت اعطى عطله رجله عشان يجي اخد فلوسه أنا أسف يا عمر أنا غلطة غلطة وحسة بغلطتي اسمع يا فريدة هنه هدفع الفلوس دي عشان احنا الاثنين ما نخشش السجرة مع بعض هخش انا وتبطل انت برة مع الولاد تربيهم يعني هو هيبقى لا اب ولا ام زنبهم ايه العيالي؟ تقدر تستني برة لحد ما عم سلمان يجيب لك المبلغ وفي حاجة اخيرة عايزة اقول هالك قبل ما تمشي انت طال يا فريدة اصتاس جميل كتر خيرك المعجيت ما قصكش بقى عالولاد وتبصين عليهم ازاي بس؟ ربنا يخليك انت ليهم وتربيهم أحسن تربية وتعليمهم أحسن تعليم ازاي بس يا أستاذ جميل؟ ان انت هتخرج من هنا وتنسى اللي فات وتبتدي حياتك من أول وجديد وتوقف مصنعك على رجليه أخرج مني أنا؟ أنت بتقول إيه يا أستاذ جميل بس؟ الأستاذ جميل دفع الغرامة والتعويدي عمر يا ابني وبنعملك إجراءات لخلق سبيلك من المحكمة ودفعت كل المبلغ ده من إيه؟ مش أنا اللي دفعت الفلوس دي يا عمر يا ابني جيب دي مش فلوس مادام فوزية هي اللي دفعت المبلغ ده أقول لها يا مادام فوزية تدفع المبلغ ده كله؟ ليه؟ مجنونة بقى بتعمل لها إيه؟ هتعملش كده تاني دي غلطتي وأنا لازمة أدفعتها منا انت عمره مغددت عمران فوزية إحنا نطول عمران أبناء لغد في حقك أنا عارفة إن بنت هي اللي وصلتك لكده عمران فوزية عنا وفريدة خلاص اتطلقنا إيه؟ ولو لزم بهم إيه؟ تروح تقعد مع عمراتك وتقول لها هي غلطت في إيه وترجعها بسم الله ما شاء الله يا نصحبي والله والنعمة بنت عليك وديك يا نصحي عربية واقفة بره وإيه دا كمان؟ ركبت رجلة إصطناعية أخدت حق يا حج والبركة فيك برضو يعني رحت عملت لها الصلح والتنازل في النيابة والموضوع خلاص بح خلص انتهى هي ارتاحت وفارس به ارتاح وإنت تنغنغت وأنا اللي طلعت من مولة بلا حمص مين اللي قالك تروح وتاخد منها الفلوس يا غالة؟ عاوز نسيب مليون جنيه حج أهديني طلعت الكذاب قدام فارس به بسبب كنت ولو أعدت سنين أهاتي عشان يبص في وش بصة مش هيحصل خرب بيتك المستعجل يا حجة عمتش أهلا يا أستاذ جميل مساء الخير يا فريدة تسمحي لي أخل من وقتك خمس دقيقة بسياريت بسرعة يا أستاذ جميل عشان عندي هوا بعد ساعة هو الكلام اللي أنا جاي أقول لحضرتك دلوقتي ماهوش جديد أنا سبق وقلته لحضرتك في البيت هنا بعد غياب سنين طويلة عارفا يا أستاذ جميل وأرجوك ما تكرروش تاني أنا دلوقتي مركزة بشغلي وبس ومش عايز اسمع أي مشاكل أنا حياتي كلها اتدمرت مبقاش فضلي غير شغلي أمك دفعت الفلوس لعمر جوزك وأنقذته من السجن أكيد حشان طلقني دي بقى مكافئة ماما لعمر عشان ساب بنتها ولو قلتلك إنها اشترطت عليه إنه يرجع لك عشان تلمش هملكو من تاني وتاخدوا عيالكو في حضنكو أيها فريدة دي أم أمكو اللي ما عندهاش في الدنيا دي أغلى منكو كلكو ما أنت كمان يا فريدة أم وفهمة وحسن ما فكرتش مرة في اللي بيحصل ده كله فكرت أنت وفارس أنتو عملتوا إيه في السد دي؟ آه لو يعرف العيل قيمة أمه في حياته ما كانش ضيع الفرصة دي من إيده الحقيقة فريدة الفرصة لسه قدامك الحقيقة عشان بعد كده حتندمي ندم وخيفه وره دا عمر هاوزي رجع أمك قالت له ارجع لها رد عليه وخديه وروحه أنتو الاتنين لمدام فوزي 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 الخبير اللي وزارة الصحة أجابته علشان علشان يعمل التقرير عنك خلاصه وإن شاء الله بكرة هتخرج من هنا وعلى بيتك أين هي بيتك بيتك يا ماما بيتك اللي احنا أخدناه منه وطردناك منه بيتك اللي كل واحد فينا خد حقه فيه وانكرنا أنا أمري بحسلات اللي بكره نفسي قد النهارة أمري بحسلات اللي عملناه معاكلة برغم كل اللي عملناه معاكلة أنت برضو اللي بتلملنا حياتنا وتعششي علينا يا ماما أنا أمري بحسلات نفسي اللي عملتوا معاكلة اللي زي تستقنى الحرب أنا أسفة يا ماما أبو سيدك ورقلك تسمحيني رجعت الجوزكة؟ لا يا ماما ليه؟ أنا عايشت والأمري تحت رجليك أخدمك وأكفر على اللي عملتوا معاكلة أنا مش عايزك تخدميني أنا عايزك ترجع الجوزك كلها ديك تبي لسه بزرعتنيش لما ترجعي الجوزك وتقفي جنبه وتخليه يوقف على رجلي من جديد محاضر يا ماما اللي انت بتقولي عليه أنا هعمله هو أمري بحقولك تاني لا أبدا غيبنا إحراب إخبوش من بحد أبدا الميت στα